لما يتحكم على مصر في محكمة دولية بغرامة 137 مليار جنيه يبقى لازم الحكومة تقف ولازم النائب العام يقف ولازم مؤسسة الرئاسة تنطفد ولازم البرلمان ده غرامة كبيرة جداً 2 مليار دولار علشان قضية الغاز مع اسرائيل مفيش اي مسؤول في السلطة حالياً كان مسؤول وقتها لكن من الشخص من هذا الشخص او الجهة اللي اخترت محامي يدافع عن مصر امام المحكمة السويسرية ويكون محامي فاشل بهذه الدرجة انت امام وزير بيترول سابق مسؤول مانسي اسامة كمال بيقول لك مصر لم تحسن اختيار من يدافع عنها هل الكلام ده هيعد كده من رول الكرام ولا القضية اللي عند البرلمان هي القضاء هي الأزهر فارق معهم شيخ الأزهر يوعق كم سنة بس مش فارق معهم 37 مليار جنيه مش فارق معهم حتى لو اسرائيل مش هتاخدهم مننا بس معها وراء الضغط علينا تقدر تمارسها ضدنا اتمنى رغم الحكم ده طالع ومنشور بقاله يومين تصورت ان فيه مسؤول كبير في الدولة المصرية هينطفد ويشوف مين اللي اختار هذا المحامي الفاشل ولا كان فيه تواطق من حقي كمواطن اعرف لان 37 مليار جنيه لا قدر الله لو اتدفعوا مفيش مسؤول هيدفعهم من جيبه انا كمواطن اللي هدفع ده وانا اللي هتغير اسفده لكن لحس لحركة بلادة اما مش عارف الامور بتمشي ازاي علشان كده خليني اروح كمواطن للنائب العام اذا كان بيسمعني واقول له لو سمحت حقق في الموضوع ده شوف مين اللي اختار هذا المحامي الفاشل اللي بيمثل ويدافع عن الحكومة المصرية لمن اراد ان يسمعي